إنما خلق الله هذه الأيام أو السماوات الأرض في هذه الأيام قالوا إنما فعل هذا مع أنه إذا أراد أمر إنما يقول له كن فيكون فلماذا استغرق خلق السماوات الأرض ستة أيام ولم يكن بكن فيكون قالوا أراد الله أن يبين للناس المهلة والتأودة وشوي شوي أو أن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين لهم أنه لكل شيء أجل وإنما قصر نبين لهم أنه لا يكون إلا هو قدر أن يكون شاء ذلك شاء أن يكون في ستة أيام إذن هي في ستة أيام سواء هذا داخل في القدرة أو غير داخل في القدرة لا أنا أريدها في ستة أيام وما أراد الله كان سبحانه وتعالى أو أنه حتى إذا قال البعض لماذا يصبر الله عن المشركين يسبون الله يسبون الأنبياء يقتلون الأنبياء يفعلون 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 لكل أجل كتاب إنما أراد الله لهم أجلا وكذلك هنا أراد أن يبين لهم أنه يفعل ما يريد وأنه جعل لكل شيء أجلا ولذلك قد خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض في ستة أيام سبحانه وتعالى